نظم مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية احتفالاً بيوم المرأة العالمي تحت رعاية وحضور الشيخ هيثم من صقر القاسم نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء وذلك ضمن جلسة نقاشية للحديث عن واقع المرأة وتمكينها في مختلف دول الوطن العربية شارك في الجلسة كل من سعادة سميرة إبراهيم بن رجب المبغوث الخاص بالديوان الملكي من مملكة البحرين والدكتورة سعيدة الفارسي نائب رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء من سلطنة عمان والدكتورة مريا مطر طبيبة وعالمة إماراتية رئيس مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية في الإمارات وعواطف رشيد كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة من العراق والدكتورة أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية وتطوعية في الوزارة من مصر وحضر الجلسة الشاعر الشيخ أسماء بن صقر القاسمي وفاضل حسين مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية